طبعاً ماتش ببارح كانت تقفيح، برشلونة ويعني شفت الماتش ده ازاي؟ ماتش استثنائي وشوفنا من خلاله عاودة يعني مرض عالقة، كانت عالقة صعبة، عالقة مش عاودة وغير متوقع، طبعاً تشافي عامل، بالضبط باكن يعني بنقدر نقول ان الماتش ده برهن ان برشلونة في الفترة اللي كان فيها يعني الفترة الصعبة او الكاب واللي كانوا فيها، الماتش ده ندرنول هو يعني الكريزة بتاعت الفترة بتاعت شافي من اول ما مسك الفريق والنتائج بتتحسن والاداء كمان مش بس نتائج، لا الاداء كمان بيتحسن، برشلونة مبارح كان بيلعب بسهولة كده ودر التاج بقى كماتش مبارح طبعاً لان الكلاسيكو كمان في برنابيو نتكلم برشلونة تقريباً بقاله خمس مواجهات رسمية ما بيكسبش ريال مدريد ده بيخسر حتى مش تعادل منهم كامبتولة كاس سوبر منهم ماتشات في الليجة يعني اكتر من مبارح كان برشلونة مش قادر يكسب فيها ريال مدريد وفي وجود كمان ليون الميسي فترة من الفترات فطبعاً لما تشافي في الكلاسيكو بقى كلاسيكو الليجة في برنابيو الملعب اللي تشافي نفسه يعني كلاعب هو كسب فيه قبل كده خمسة واربعة أكتر من مرة فالنهاردة هو مدرب فدي تبقى زي ما انت قلت كده الكريزة الأداء مبارح كان مبهر لبرشلونة ريال مدريد تقريباً نقدر نقول كده بالبلدي مجاش الملعب أنشلوتي طريقة دارة المباراة كارثية والتغييرات كارثية عكس تشافي اللي هو قدر أنه تجاوز أول خمس دقائق اللي هو ريال مدريد كان بيلعب على حتة بتاعتنا لما ياخد الكرة يعمل الهجمات المرتدة يجتر شتجن يعني منع هدفين بشكل مبكر ولكن بعد كده برشلونة قدر يتسايد الأمور حتى كورتوة حرس ريال مدريد هو نجم المباراة الأول لو لا كان ممكن المطش بدل ما يبقى أربعة كان ممكن يبقى عشرة ساعة ما ده غريب قوي يعني أنا نفسي عايزة أفهم لأن كمان السوشيال ميديا مرح كت مقلوبة الناس كلها وطبعاً اللي بيشجعوا يعني ليال مدريد مش فاهمين هو في إيه؟ هو إيه اللي بيحصل يعني لا هو ده أنشلوتي في العموم يعني محدش بيتفاجئ من أداء أنشلوتي له متغير وبيعتمد على حالة يعني إحنا كلنا مجربين أنشلوتي كتير أنشلوتي طبعاً مدرب يعني هستوري كبير في الكورة ولكن هو دايماً عنده مشاكل معينة تتعلق فاكرو ياماً ما كان لعب؟ أنا الصراحة مش فاكرو أوي بس أنا أنا حضرته في بداياته مع ميلاً طبعاً في الدور الإيطالي كان دايماً المشكلة بنتكلم فيها مع أنشلوتي إيه؟ إن رجل في تاريخه كله التدريبي ببطولات أوروبا اللي خدها لكن في الدور الإيطالي سنين طويلة مدرب خد الدور الإيطالي مرة واحدة دي حاجة طبعاً غريبة جداً مع ريال مدريد خد دوري أبطال أوروبا وما خدش الليجا تجربه دايماً عليه على ما تسبب لكن هو يظل مدرب أي رئيس نادي زي فلورنتينو بيريز يحبه رجل ما بيقولش لأ الحد على طول مبسوط ما عندهش أي مشاكل ما فيش لعيب نجم أو اللي هو بيقول كده الصفة ناس ليه دايماً تتخانق ممكن يزعل من المدرب أو يدي له وش عشان غير مش حد يزعل من أنشلوتي أنشلوتي حبيب الكل فبيريز في الوقت ده شايف أن أنشلوتي هو مناسب ولكن أنا وجهة نظري أنشلوتي مش مدرب مشروع أنشلوتي ممكن مدرب يقعد معك فترة يحقق لك نجحات وصيارة المدى أو حاجات معينة ولكن هو ليس مدرب مشروع وريال مدريد محتاج مدرب مشروع ولكن واضح لبيريز عنده سياسات